حمام دم تماما جماعة اليوم راح أتكلم عن إيش اللي قاعدة يحصل في السوق لأنه الخط البني تبعي هنا هل يحاول يمسك سعر البيتكوين هل راح ينجح هذا الخط بأنه يمسك السعر راح أتكلم جماعها عن إيش اللي أشوف بأنه راح يحصل في البيتكوين راح أتكلم كمان عن بعض الأسباب المختلفة ليش نحصل على هذا الانخفاض ولكن بشكل أهم راح أتكلم عن إيش اللي أعتقد راح يحصل قادما لأنه في الأوضاع مثل هذه في عندنا تاريخ يوضح لنا ايش اللي راح يحصل بعد كذا فجماعة تأكدوا بأنكم تظلوا معايا من بداية الى نهاية هذا الفيديو تم خسفي تماما عملت واحدة من اكبر الاخطاء اللي عملتها في حياتي فرح تكلام جمعها عن هذا الشي علشان ما تعملوا انتو نفس الخطأ كمان فجماعة نعم اشياء مهمة جدا لازم نتكلم عنها اليوم فتأكدوا بأنكم تظلوا معايا من البداية الى النهاية مرحبا بكم مرة اخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم معلمكم كيف تحصلوا على الارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الان جماعة صحيت على هذا الشي ايش اللي قاعد يحصل العملات البديلة هنا انخسفت بشكل كامل البيتكوين هنا حصل على شمعة حمراء هائلة جدا هنا هبطت الى 49 الف دولار في الواقع هبطت كمان اكثر من 49 الف دولار فخلونا جماعة هنا الان نشوف ونشرح ايش اللي قاعد يحصل هنا في هذه اللحظات اول شي وهو انه في خلال الايام الماضية قاعدين يتكلم عن البيانات اللي طلعت من الولايات المتحدة الامريكية وتقول بانه احنا اذا مش في ركود اقتصادي فاحنا قريبين جدا من الدخول في ركود اقتصادي وغير كذا كمان كان في عندنا عملة اليان اليابانية طبعا تكلمت عن هذا الشي بشكل مطول تكلمت عن كيف انه كان المستثمرين يقدروا انهم ياخذوا او يستلفوا اليان الياباني بشكل مجاني وكانوا يقدروا انهم يحولوا هذه الاموال الى دولار امريكي وبعدها يرفعوا سوق الاسهم في العالم كله والان بما انه البنك المركزي الياباني رفعه معدل الفائدة ففجأة الاموال هذه اللي استلفوها اصبحت غير مجانية فالناس لازم انهم يبيعوا كل اصولهم لازم يبيعوا اسهمهم ويرجعوا هذه الاموال لازم يرجعوه الياباني رح نتكلم هنا عن هذا الشي اكثر ولكن خليكم اجمع عارفين بانه هذه هنا هي العوامل الرئيسية والمهمة اللي سببت هذا الانهيار اللي قاعدين تشوفوه حاليا في الكريبتو السوق حاليا في وضع حلع تام حاليا واذا شفت هنا على البيتكوين فتقدروا تشوفوا بانه امس كنا هنا عند هذا الخط البني الخط البني كان يحاول بانه يمسك سعر البيتكوين واللي قلته هو انه خلوا اعينكم على لما تفتح الاسواق اليوم لانه اذا استمرت مشكلة هذه اليين الياباني اذا استمر الناس بانهما يطلعوا من الاسهم ويبيعوا اصولهم فتوقعوا بانه راح يكون في هلع في السوق وما نعرف الى اين سنهبط طيب اللي نشوف وهو انه بالفعل هذا الشيء حصل وحصلنا هنا على الشمعات الحمر الهائلة هذه هنا والان اقل شيء نشوف نفسنا هنا فوق هذا الخط البني هذا الخط البني هنا يمسك سعر البيتكوين هذا هنا شيء جيد ولكن من ناحية الذيل فهبطنا هنا الى 48000 دولار فخلوا يا جماعة اعينكم هنا على هذا الخط البني ونعم اجمعها راح تكلم معان ايش اللي اعمل شخصيا بخصوص استراتيجية تداول تبعي ولكن خليكم العلم بانه هذا هو الوضع اللي احنا فيه الان احنا في نص هذه الفوضى وهذا جماعة في الواقع يذكرني هنا بالوضع اللي شفناه او الشيء اللي شفناه في وقت الكوفيد لانه في الواقع اللي قاعد يحصل الان اذا شفنا هنا على اكبر سبعة اسهم في العالم نقدر نشوف هنا بانه اكبر سبعة اسهم في العالم حذفت من القيمة السوقية العالمية اكثر من خمسمائة مليار دولار في خلال ليلة واحدة من التداول ابل انخفضت حاليا بسبعة بالمية في الوقت اللي فتحت في الاسواق وهذه جماعة طبعا مش الكريبتو هبوط سبعة بالمية لابل هذا هنا شيء هائل جدا واذا شفنا جماعة هنا على بقية السوق فنشوف بانه كوريا الجنوبية وقفت كل طلبات البيع على الاسهم تبعها لانه يشوفوا بانه فيه ازمة عالمية في الاسهم حاليا وانا متأكد كمان بانه اليابان كمان وقفت تداول الاسهم او بيع الاسهم فهذا يجمع الهلع اللي تشوفوه حاليا هنا في الواقع لما تحصل هذه الاشياء الغير اعتيادية لما تحصل الكوارث فهذا هنا كمان اللي شفناه في وقت او ازمة الكوفيد لما بدأنا نشوف هبوط الكوفيد في عام الفين وكان في عام الفين وعشرين خلونا نشوف هنا نرجع يعني في هذا الوقت كمان شفنا سوق الاسهم حول العالم وقفوا سوق تداول تبعهم او يعني خلونا نقول انه وقفوا البيع يعني كان الواحد يقدر بانه فقط يشتري فالبيتكون هنا تقدروا تشوفوا بانه هبط من ثمانية الف دولار الى اربعة الف دولار في خلال هذه المدة ولكن هذا هنا كان مختلف شوية لتقدروا تشوفوه الآن يعني مش يعني فم جدا بهذا الشكل ولكن النقطة تبعي جماعة اللي عايز وضحها وهو انه هذه هنا في الواقع اصبحت او كانت افضل فرصة للشراء في تلك الدورة واعتقد جماعة بانه اللي نشوفو الآن في خلال سنة من الآن او في وقت او نقطة من النقاط راح نكون عند سعر اعلى من هذه النقطة اللي احنا فيها الآن ولكن الشيء الوحيد هو انه مش عارف الى اين سنهبط في عدة عامل الآن ممكن الواحد يحطها ولازم الواحد يحطها في الاعتبار واللي يعرفه هو انه لما الاشياء مثل هذه تحصل فالفيدرالي في العادة يشغل طابعات الاموال فهل هذه المرة هنا راح تكون مختلفة اذا بالفعل شغلوا طابعات الاموال السريع بهذا الشكل نعم حتى على الرغم من انه زي ما قلت اللي تشوفوه الآن يعني مش معني في نفس الشيء اللي شفناه في خلال انهيار الكوفيد ولكن الخوف بشكل عام يعتبر نفسه والاستراتيجية بشكل عام لسه ممكن تكون من نفس الشيء حصلنا على انخفاض كبير وحصلنا على هلع في كل الاسواق لانه هذا الشيء مش منعزل فقط او منحصر على الكريبتو هذا هنا حدث عالمي فهذا الشيء ممكن يحصل وفي هذه الحالة ممكن يتوقع ارتفاع وارتداد كبير للاعلى طيب الان اذا شوفنا هنا على تشارت اليومين كمان فتقدروا تشوفوا بانه هبطنا اسفل هذا النموذج فهذا الانخفاض هنا في الواقع جعل معظم الاتشارتات تبدو سيئة جدا مش فقط في الكريبتو ولكن كمان في الاسواق التقليدية وكل شيء اخر فهذا هنا شيء لازم الواحد يحطعن عليه كمان تقدروا تشوفوا الاسواق التقليدية كمان كسرت اسفل هذا الخط بالتوقع التي تبعه هنا عند 5300 دولار و بالنسبة لتشارت المقابل اليومين الياباني فستطيعوا تشوفوا بانه الدولار هنا ينهار مقابل اليومين الياباني و اليوم الياباني يصبح أقوى مقابل الدولار هذا التشارت هنا هابط بمعنى انه الدولار يخسر مقابل اليومي وهذا مش الشيء اللي اعلينا نشوفه هذا في الواقع هو الشيء اللي راح يزيد من عنف الهبوط في كل السوق حاليا فنعم جماعة نيكي اللي هي الأسواق الأسهم اليابانية واجهت أكبر انخفاض في خلال يومين في التاريخ فهذا هنا بكل تأكيد شيء غير مسبوق وقبل جماعة أن نتكلم عن كيف تم خسفي هنا خلونا أول شيء نتكلم هنا عن كيف حصل هذا الشيء طيب الشرح السريع هنا اللي يسموها بصفقة الكاري هي أنه تستلف بالصفر معدل فائدة وتستثمر في شيء يوفر عوائد أكثر من صفر بالمية فهنا تستلف اليين مقابل لا شيء وتشتري أصول خارج اليابان اللي لها عوائد وبهذا الشكل تطلع أربعة فهذا الشيء يا جماعة اللي قاعد يحصل منذ ثلاثين سنة هذا الشيء أصبح أكثر وأعنف في خلال السنوات الماضية لأنه أمريكا كان عندها فوائد خمسة بالمية على الدولار وبقية العملات كمان كان لها ما يقارب أربعة أو خمسة بالمية ولكن اليين الياباني كان صفر بالمية فناس ومستثمرين كثير أخذوا هذه القروض من اليين الياباني واشتروا أصول بهذا اليين الياباني وكمان هذه هنا السلسلة من الأحداث السيئة التي تحصل بسبب هذا الشيء الآن يقولوا بأنه ولأن اليين أقوى بكثير فإن أي شخص كان يقترض اليين يدين الآن بنسبة 10% إضافية من ناحية الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط طيب ليش يدينه 10% أكثر مقاناة بالأسابيع الماضية لأنه تقدروا تشوفوا هذا الشيء هنا الدولار الأمريكي الآن هنا يخسر مقابل اليين الياباني فكلما هبط هذا هنا أكثر كلما كلفهم أكثر أنه يبيعوا الأصول تبعهم ويرجعوا اليين الياباني لأنه كلما أصبح اليين الياباني أقوى وأقوى فهم يخسروا أكثر وأكثر ولأن الناس لازم أنهما يشتروا اليين الياباني علشان يرجعوه إلى البنك المركزي فلازم أنهما يشتروا اليين الياباني من السوق المفتوح وهذا يزيد ضغط الشراء على اليين الياباني ويرفع السعر أكثر مقابل الدولار الأمريكي وكلما زاد ضغط الشراء على اليين الياباني وكلما ارتفع اليين الياباني تحصل عمليات ليكوديشن للناس اللي داخلين بيع في اليين الياباني وبالتالي يزداد الارتفاع أكثر وأكثر ومكتوب هنا بأنه يبدو أن الناس كانوا يراهنوا على أن سعر الفائدة ستبقى عند صفر إلى الأبد وأن الين سيظل بلا قيمة ولكن البنك المركزي الياباني طبعاً أكيد ما رح يخلي العملة تنهار فرفعوا السعر بصفر فاصلة خمسة وعشرين بالمئة والآن شوفوا هنا على كل الهلع اللي قاعد يحصل في السوق فنعم مجمعة هذا هو السبب ليش قاعدين يحصل هنا على كل هذا الهلع نعم في الأوضاع المثل هذه الفيدرالي دائماً يلجأ إلى طباعة الأموال وكمان إذا شوفنا هنا على كل الأشياء اللي تحصل حالياً فإيش اللي ممكن يكون أسوأ من أنه هنا نحصل على كل هذه الأشياء في نفس الوقت احتمالية حرب في الشرق الأوسط بعض التقارير تقول بأنه ممكن يكون فيه هجوم اليوم فأخلونا نشوف وكمان جمب طبعاً ما تكلمت عن هذا الشيء أمس ولكن جمب أبدأوا بأنهم يبيعوا كل الأصول تبعهم أمس وهذا شيء جلوني لأنه جمب طبعاً باعوا كل الأصول تبعهم لما كان السوق ضعيف باعوا الأصول تبعهم يوم الأحد بعد الظهر في الصيف وهذا السبب في أنه ليش الكريبتو حالياً في فوضى كبيرة فجمب باعوا كميات كبيرة من الكريبتو أمس باعوا كل شيء عندهم ومتى عملوا هذا الشيء باعوا يوم الأحد بعد الظهر في وقت إغلاق الأسواق ولما كانوا الناس غافلين فهذا الشيء كمان سبب هلع وخوف كبير في السوق وبكل تأكيد طبعاً هنا أرثر هيز قال بأنه عصافير التمول التقليدي تبعي تقول لي بأنه في شخص كبير تم تحطيمه وقاعد يبيع كل الكريبتو تبعه فهذا قد يكون معناته جمب كريبتو فنعم مجمع هذا هنا كمان سبب هلع وخوف كبير أمس طب خلونا نرجع هنا سوق الأسهم مسح قيمة سوق الكريبتو بالكامل في خلال الجلسة واحدة فنعم مجمع هذا هنا شيء هائل جداً نعم في خلال الجلسة تداول واحدة قيمة سوق الكريبتو بالكامل تم حثفها في خلال الجلسة واحدة من الأسواق التقليدية وكمان عندنا مشكلة توزيع البيتكوين من قبل الماونت جوكس وكمان ترامب انخفضت نتمة نجاحه من 70% إلى 53% فقط في خلال أسبوعين فهذا هنا كمان يسبب خوف كبير في السوق وكمان أرقام الاقتصاد الأمريكي انخزفت وكمان في احتمالية حرب مدنية انها تبدأ في بريطانيا وكمان بعض الدول الأوروبية وبعد كده هنا كمان عندنا مشكلة الياباني فنعم جماعة كل هذه الأشياء تحصل وبالكلام جماعة عن الخسف خلوني جماعة هنا هاتكلم عن نفسي لأنه انا كمان تم خسفي هنا بشكل كبير جداً انتوا عارفين جماعة بأنه كان في عندي بوتين مفتوحين على الأوكي اكس وكمان كان في عندي صفقة فردية زي ما انتوا عارفين جماعة قلت أمس بأنه نعم جماعة راح أضيف مارجن عشان اتأكد بأنه ما يتم عمل ليكوديشن وخسف لصفقاتي واللي عملته أمس شوف هنا جماعة رحت شوف على صفقة الداول تبعي اللي كانت مفتوحة هنا وكان في عندي تقريباً خمسين ألف دولار في حسابي كمارجن والصفقة هذه هنا كانت صفقة كروس بمعنى بأنه سعر أو مستوى ليكوديشن ينحسب من الأموال اللي عندي على حسابي اللي كانت خمسين ألف دولار وأنا شفت بأنه مستوى ليكوديشن تبعي عند تسعة وثلاثين ألف دولار أو كان عند واحد وأربعين ألف دولار وفي ذلك الوقت البيتكون كان عند تسعة وخمسين ألف دولار فما كنت أعتقد بأنه احنا راح نهبط إلى مثلاً عشرين ألف دولار في خلال ليلة واحدة فلما شفت على مستوى ليكوديشن قلت أوكي هذه الصفقة هنا الفردية طبعاً هذا هنا أوكي مستوى ليكوديشن عند تقريباً أربعين ألف دولار فيعني ما في عندي مشكلة ورحت هنا إلى استراتيجية الدول التبعي وكان في عندي بوتين مفتوحين وشفت على مستوى ليكوديشن وشفت بأنه أوكي أحد هذه البوتات ما أدري كان عند أي مستوى في تلك النقطة ولكن البوت الثاني هنا كان عند نقطة مختلفة ولكن قلت أوكي خليني أضيف هنا شوية مارجن فأضفت مارجن أكثر ولكن اللي ما وضعته في الحسبان وهو أنه لما أضيف مارجن هنا إلى استراتيجية تداول هذه إلى هذه البوتات من حسابي ففي الواقع هذا يأخذ من الأموال اللي كنت أستخدمها كمارجن للصفقة الفردية اللي كانت مفتوحة هنا فبالتالي طبعاً مستوى ليكوديشن ارتفع لما أضفت المارجن إلى هذه البوتات فهذا هنا كانت بصراحة خطأ سخيف جداً خطأ غبي جداً ما تذكرت أن هذه الصفقة كانت صفقة كروس ونسيت أنه ما وضعت في الاعتبار بأن هذه الصفقة كانت تستخدم الأموال اللي موجودة في الحساب كمارجن أنا فقط شفت على الصفقة وشفت أنه مستوى ليكوديشن كان عند 40 ألف دولار فنعم جماعة ما أعرف إيش تحول أو إلى أي مستوى تحول مستوى ليكوديشن بعدما دخلت الأموال إلى البوتات ولكن صحيت وشفت أنه هذه الصفقة منخسفت فخسرت ما يقارب تقريباً 40 ألف دولار في هذه الصفقة الفردية بسبب هذا الخطأ السخيف لأنه ما أدركت بأنه المارجن كان كروس مارجن فلما أضفت هذه الأموال إلى البوتات فبكل تأكيد طبعاً ما كان ينحسب مارجن للصفقة الفردية طيب أوكي خلونا جمعاً لأنه نتكلم عن استراتيجية تداول هذه هنا طبعاً هذا البوت هنا طبعاً أقدم بوت اللي فتحته مؤخراً وحالياً الآن هذا البوت بـ 65 ألف دولار خسارة غير مدركة هذا هنا عنيف جداً مستوى ليكوديشن لهذا البوت حالياً عند 25 ألف دولار فما عندي مشكلة في هذا الشيء هنا راح أظل متمسك بهذا البوت وراح أضيف نعم مارجن أكثر مستوى ليكوديشن هنا الآن عند 25 ألف دولار فأعتقد بأنه هنا في وضع أمان نوعاً ما ولكن البوت اللي كان اللي كنت فتحه في الواقع تم توقيفه مش أنا شخصياً اللي وقفته ولكن تم توقيفه عن طريق الأوكي إكس وصلني إيميل يقولوا بأنه أوكي أو وقفنا البوت بسبب بعض إدارة المخاطر وصراحة جمعاً هذا شيء سخيف جداً لأنه أنا ما أخترت أنهما يوقفوا استراتيجية تداول هذا هنا أو هذا البوت فهذا هنا الشيء سخيف جداً هذا شيء جنوني أنهم عملوا هذا الشيء بنفسهم ما أعرف ليش أغلقوا هذا البوت أتوقع البوت داك كان منخفض بسالب 15 ألف دولار أو شيء زي كذا ولكن تاركين هذا البوت مفتوح اللي هو ب 64 ألف دولار خسارة غير مدركة فأعتقد بأنه هنا بصراحة شيء سخيف جداً ليش عملوا هذا الشيء وفي الواقع هذا هو الإيميل اللي وصلني يقولوا بأنه البوت اللي كان مفتوح في حسابك تم توقيفه بسبب أو كحماية للمخاطر فهذا هنا شيء سيء طبعاً أكيد كنت راح أترك هذا البوت مفتوح ولكن الآن طبعاً في الواقع في الوقت اللي تشوفوا فيه هذا الارتفاع والارتداد فأكيد طبعاً كان هذا البوت راح يبدأ بتداول مرة أخرى لأنه الآن هنا في رينج أو نطاقة تداول وهذا البوت حالياً طبعاً خارج نطاقة تداول فمحتاجين بأنه نرتفع إلى 68500 دولار علشان يبدأ بالتداول فجماعة راح أعمل فيديو أشرح فيه وأتكلم فيه عن كل شيء أعمله هنا طبعاً ما نعرف إلى أين سنهبط وفي الواقع في العادة نشوف الفيدرالي يتدخلوا في الأوضاع اللي زي كذا علشان يحاولوا يحفزوا الاقتصاد وعلشان يتأكدوا بأنه ما يتم خصف السوق بشكل كامل صفقة الين طبعاً الآن هنا تستمر فأخذونا جماعة نحط لنا على هذا الشيء وكمان الخط البني الآن يحاول بأنه يمسك سعر البيتكوين على الفريم اليومي غير كده جماعة خليكم حاضرين وخليكم على علم بأنه في النهاية هذه هنا فقط مجرد أموال وخليكم أجمعها في سوق الكريبتو تأكدوا فقط بأنه ما يتم عمل لكوديشن لكم تأكدوا بأنه ما يتم خصفكم لأنه حتى للرغم من أنه تم خصف هنا في هذه البوتات هذه هنا فقط جزء صغير من الأموال اللي عندي وحتى كمان في صفقات السبوت في الكريبتو في البيتكوين طبعاً نعم حالياً عند مستويات منخفضة جداً وعند أرباح أقل من المستويات اللي كانت عنده قبل كم يوم ولكن جماعة الواحد بيتكوين لسه يعتبر واحد بيتكوين ولسه أعتقد بأنه في نقطة من النقاط الواحد بيتكوين راح يكون سعره عند أكثر من 150 ألف راح يكون سعره أكثر من 200 ألف دولار فما عندي مشكلة يا جماعة أني أضل متمسك بهذا الشيء حتى على الرغم من أنه هذا الشيء مؤلم اليوم ومؤلم بأنه الواحد يشوف على ما يحفظته هابطة بهذا الشكل وخليكم كمان يا جماعة حاذرين من العملات البديلة هذا نفس الشيء اللي قاعد أقوله منذ خمسة أو أربعة أشهر خليكم يا جماعة حاذرين من العملات البديلة البيتكوين شيء منفصل وشيء مختلف تماماً عن هذه العملات العملات البديلة ممكن تنخسف بشكل هائل جداً وأنا يا جماعة لسه عند كلامي فخليكم حاذرين لأنه الديناميكية هنا طبعاً راح تتغير إلا في حالة طبعاً شوفنا الفيدرالي بدأوا بتشغيل طابعات الأموال وبدأنا نشوف بنفس التعافي اللي حصلنا عليه في وقت الكوفيد فبشكل عام خليكم حاذرين من العملات البديلة فقط خليكم عارفين بأنه يا جماعة طالما بأنكم ضليتم في الكريبتو وتعلمتم من هذا الشيء وممكن تبدأوا تدخلوا بشكل تدريجي حتى على الرغم من أنه إحنا ما نعرف طبعاً إلى أين سنهبط ولكن تأكدوا يا جماعة بأنكم ما تعملوا أي شيء غبي في نهاية اليوم طبعاً هذه هنا فقط مجرد أموال وراح أكيد نحصل على تعافي طالما بأنه إحنا تعلمنا من هذا الشيء وطالما بأنه إحنا ظلينا داخلين في السوق طبعاً مرت بهذا الشيء مع مرات كثيرة مرة ورى مرة وأكيد طبعاً كنا نتعافى من هذا الشيء وراح ندخل أموال أكثر في المستقبل فهذا يا جماعة اللي عندي في فيديو اليوم تأكدوا بأنكم جماعة تشيكو هذه البونسات هنا في صندوق الوصف تحصلوا على 30 ألف دولار بونس إداع في البايبت عن طريق هذا الرابط وتحصلوا على بونس يصل إلى 60 ألف دولار عن طريق هذا الرابط من الأوكي إكس وبونس إداع يصل إلى 40 ألف دولار عن طريق البدغت من هذا الرابط وأيفو تقدروا تحصلوا على صفقة تداول مجانية بـ 300 دولار عن طريق هذا الرابط وأفضل أداء لتداول موجودة على الإطلاق اللوكس ألغو تقدروا تحصلوا على تخفيض من هذا الرابط فأتأكدوا جماعة بأنكم تستغلوا هذه العروض جماعة هذا كل شيء عندكم اليوم بالتوفيق لجميع وأشوفكم في الفيديو القادم